استقبل الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعاصمة عدن وفدن من حلف اللقاحات العالمي برياست السيدة آن كروين وبحضور ممثلين عن منظمتي اليونسيف والصحة العالمية وخلال اللقاء شهد الرئيس العليمي بالدعم المقدم من حلف اللقاحات العالمي وخصوصا في مجال مكافحة الأمراض والأوبيا وتعزيز قدرات المنظومة الصحية اليمنية متمنا بدور المؤسسات الصحية الوطنية وتواقمها الطبية بمختلف المرافق والمحافظات وجهودها المقدرة في إنقاذ الأرواح رقم الظروف والإمكانيات الصعبة وأوجه الرئيس العليمي الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم لإنجاح حملة التحصين الوطنية الذي ستنطلق في الثالث والعشرين مستمبر الجاري هذا وأتطرق اللقاء إلى مجالات الشراكة مع التحالف العالمي للإقاحات والنجاحات المحققة في هذا المجال خصوصا على صعيد مكافحة شلل الأطفال الذي تم التخلص منهم مجددا مع أهمية استمرار الضغوط على الميليسيات الحوثية لإنهاء حضرها للقاحات المنقذة للحياة وتبقين فرق التحصين من الوصول إلى مناطق سيطرتها المنكوبة بمختلف الأمراض والأوبيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر